السلام عليكم ازايكم؟ في حاجة غريبة جدا في العلاقات السعودية الامريكية من ساعة مواطف بلاس خدت قرارها يوم 5 اكتوبر بخفض الانتاج 2 مليون برميل يوميا والإدارة الامريكية عمالة تهدد السعودية بشكل عنيف جدا طلع الرئيس الامريكي يالك على فكرة حيكون فيها عواقف واجيد القرار ده مش هيعدي مش بس كده طلعت المتحدثة باسم بيت لابياد قالت السعودية استفت مع روسيا او خدت صف روسيا تصريحات 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 من يوم 5 اكتوبر لحد مبارك مبارك طلع جاعة ساليفان مستشار الامن القومي الامريكي على سيانان وقعد يطلق تصريحات قوية جدا وقال لك جو بايدن ما عندوش خطط ان هو يقابل ولي العهد السعودي في كمة العشرين مش حقابل واحنا بنقيم العلاقات عشان نصب اجراءات ضد السعودية جميل مش شايف ان الموضوع ده غريب شوي يعني لو خدت بالك القرار طلع يوم 5 اكتوبر ولحد النهاردة مفيش اي اجراءات مش بس كده الادارة امريكية مش من عادتها انها تقعد تصرح بالشكل ده يعني الادارة امريكية هتيجي تقوللي على فكرة اصلهم ما ينفعش عقب السعودية انت عارف يعني ايه سعودية حولك ماشي يعني انا معاك في الموضوع ده بس هم بيصرحوا لحد دلوقتي ليه يعني يعني لو هم مش عارفيني عقب السعودية ليه لحد النهاردة بيطلعوا بالتهديدات دي الحقيقة ده فيه سر ورا موضوع ده سر قوي جدا اللي هيكشفه لك الاعلام الغربي وحيكشف لك تفاصيل مهمة جدا خاصة ان طلعت دول اوبك امبارك تدافع عن القرار باستماتة واكتر من دولة طلعت تشهيد بالقرار ده بشكل كبير ليه؟ هو حصل حاجة لأكتر من كده ان اسعار النفط بتاعت ترتفع اخبار كتيرة جدا وغير مفهومة بس هي عشان اكشف لك الاخبار دي لازم احكي لك القصة مجاوة قبل ما كش في الموضوع قبل ما اكشف لك التفاصيل خلينا اقولك ان احنا معانا راعي كوي جدا وهو قونس المان فيه ناس بيبقى عندها مشكلة تشخيص المرض بتاعها سواء بقى فيه حالات بتبقى مستعصية كده على الدكاترة بيقولك والله دي حالة تستدعي الصفر للخارج لان علاجها هنا هيكون صعب او ان انت محتاج ان انت تبص على دكتور خارجي هو اللي يشخص لك المرض بشكل كبير هي دلوقتي الصفر للخارج بقى مكلف جدا جدا ففيه اختراع اسمه قانس الماد قانس الماد بيعمل يبقى بيوصلك بالدكتور اللي برا خلي الدكتور يبص على الحالة ويشخصها لك من جير ما تسافر من جير ما تقطع تسكيل الطيران ولا تحجز قتلات ولا اي حاجة يعني بص اختراع جامد جدا وبيسهلك ويوفر لك حاجة كتير حقيقة يا قانس الماد ما بقاش فقط موقع ده بقى او تطبيق والتطبيق ده بيوفر لك حتى العلاج يعني انت لو فيه ادوية مش لقيها في الصدلية لجنبك التطبيق ده اللي اسمه قانس الماد بيوصلك برضو للدواء بتاعك فمش بيوصلك فقط للدكتور لأ والدواء موقع محترم جدا وتطبيق هاي خصف الموضوع على طول خصف الموضوع على طول ليه اللي بيحصل بالذب هي في الادارة الامريكية عملة تصرح تصريحات قوية جدا ليه؟ لان الادارة الامريكية لازم تصرح التصريحات دي خب بالك من نقطة دي هي مش حتة ان هم بيصرحوا تصريحات جوفاء حتة ان هم لازم يعودوا يصرحوا تصريحات دي ليه؟ لان في الاول طبيعي جدا ادارة الامريكية شافت ان السعودية اضرت بيها وان كل المحايلات وكل الضغط اللي مرسته الادارة الامريكية عالسعودية مجابش النتيجة ده حال بس مع الوقت ابتدت الادارة الامريكية تتفهم ان القرار ده ممكن يكون اقتصادي شوية وشافت ان السعودين بيحاولوا يفسروا موقفهم كماشي ازاي وليه هم اخدوا القرار ده في التوقيت ده بالزاد خلاص فممكن تكون الادارة الامريكية ممكن تكون اقتنعت سنة شوية فحاولوا تترجع في تصريحاتها الا ان غضب النواب الديمقراطيين عالي جدا جدا خلي بالك الديمقراطيين شايفين ان السعودية سلمت الكونغرس للجمهورية شفت ديه؟ هم شايفين ان الكونغرس اتسلم على طبق من فضة لحزب الجمهور لان القرار طالع في اكتوبر واي اجتماع تاني الابك شوف اي اجتماع حيكون بعد انتخابات تجديد النصر في الكونغرس الامريكي فالنواب الديمقراطيين غاضبين جدا وكان واضح جدا من تصريحاتهم شوف مثلا روخ انا اللي قالك احنا استدعي ملك السعودية ويجي لنا هنا يبرر لنا ليه عمل القرار ده والراجل ده هو ونائل تاني راح يقدمه مشروع قرار لوقف صفقات تسليح للسعودية مش بس كده بص على بيرني ساندرس بيرني ساندرس او بيرنارد ساندرس الراجل ده من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب والراجل ده على فكرة تصريحاته ما فيهاش اي عداء للسعودية قبل القرار اوبيك بلوس ما كانش بيجي نحة السعودية خالص خالص ممكن يكون كان بينطقت تصرفات جو بايدن الكلام ده كله انما النهارده الراجل طالع بتصريحات كويه جدا لان هو كان على التلفزيون وبعدين الموزيع بيسأله بيقوله انتو حتخفضوا مبيعادت سلاح للسعودية حتقاضوا تقييموا علاقات الكلام ده كله قال له ايو ايو كل ده كل ده مش بس كده ده السعودية بتعامل النساء بشكل مش كويس خالص السعودية بتعذب السعودين شوف بقى بيقول ايه وعمالي يتكلم وشان هجوم داري على السعودية هم حرقة شوفك دبسو خد بالك بيرني ساندرز ده راجل مش ساه يعني الراجل ده عنده 81 سنة صحيح بس الراجل ده من كبار الديمقراطيين وممكن يمثل لك توجه الحزب الديمقراطي تجاه السعودية الديمقراطيين مش طائقين السعودية خالص فده ضغط داخلي من داخل امريكا عشان الادارة امريكية لازم تتصرح وإلا ممكن الادارة امريكية تخش في الخلاف مع الحزب الديمقراطي فتبالك بالحتة دي فاهم سؤال حاليا هي فعلا السعودية باعت الحزب الديمقراطي وقدمت الكونغرس للحزب الجمهوري الحقيقة جبت السؤال ده معقدة شوية ليه لان خلي بالك فيه سببين اول سبب ان من ساعة ما القرار ده تاخد والاسعار عما لا ترجع صحيح النهاردة الاسعار بتاعت تطلع تاني نتيجة التقييمات للطلب الصيني وان الصين فيه مؤشرات كده ان الاجتساط حيدور تاني والطلب الصيني حيرجع تاني للاسواق فاسعار النفط ارتفعت تاني النهاردة ل 92 دولار وخمسين سنة فده مؤشر ان الاسعار التالية تطلع في النفط وحتبتدي امريكا تستشط غطبا بس خد بالك ان اكتر حاجة ازية الحزب الديموقراطي هي اسعار الديزل مش اسعار النفط يعني لو خدت بالك في امريكا هتلاقي اسعار النفط بتنزل او كب تنزل في فترة اللي فاتت دي اسعار الديزل هي اللي بتطلع طيب الديزل ده له علاقة باوبيك بلس حقيقة هو مش علاقة قوي ليه خلي بالك الديزل ده مشتق من مشتقات البترول ده مش مش نفط خامي يعني لأ والديزل ده اصلا ده مفروض ارخص وقود في العالم ماشي حاجة رخيصة جدا والناس اصلا كان بتشتريه او بتحول عربياتها ديزل عشان توفر البنزية مش بس كده عربيات النقل كلها بتعتمد على الديزل هلس اس الكلام اللي بقوله حضرتك ده كان في 2004 ليه لان من ساعة 2004 الامريكان كلهم تقريبا او معظم العربيات الامريكية والشركات النقل الامريكية بتاعت تعتمد على الديزل بشكل اكبر بكتير من المتوقع فمن ساعة 2004 بسبب الطلب العلي جدا عالديزل ابتدى الديزل سعره يرتفع اكتر من بنزين مش بس كده خلي بقى لك تنقية الديزل في امريكا بيتم تنقيتها اكتر بكتير او بيتم تكريره اكتر بكتير من دول تاني عشان البيئة ومحافظة على البيئة وكام ده كله فالديزل ده بيخش في عمليات تكرير بتخليه انقى من دول كتير هلاص ماشي كده فسعره بيرتفع زائد الدرائب من الولايات على الديزل بالزات درائب مرتفعة جدا فده اللي يخلي اسعار النفط مثلا في بعض الولايات في امريكا ممكن تصل ل4 دولار والديزل يصل ل7 دولار زي ما حركتشوف كده بصبت فالمشكلة الاساسية في الديزل طب الديزل ده نتيجة للطلب فقط العالي عليه هو اللي قده لزياد اسعاره بص هو مش بس الطلب العالي الحاجة التانية ان مصافي النفط في امريكا مش كتير وفيها مشاكل خاصة في تاكسس فيها مشاكل كتير خلاص مش قادرة تلبي الطلب بتاع الديزل بتاع الولايات المتحدة الامريكية فبيعملوا ايه بيجيبوا الباقي ده من اوروبا ماشي بيستوردوا باقي الديزل ده من اوروبا طيب هي اوروبا هينفع تطلع عديزل دلوقتي اوروبا اصلا فيها بلاوي خلاص فامريكان عندهم مشكلة في الديزل اكتر من نفط كمال بتقدر تقول قرار اوبيك بلاس كان له مساهمة غير مباشرة في زيادة الديزل ماشي ان في الاخر بتتكلم على مشتق من مشتقات البيترول ده حاجة ده حاجة تخلي الحزب الديموقراطي يستشيل خوة صحيح مش انت السبب الاساسي بس هو استشاط الموضوع ده تاني حاجة حاجة مهمة خلي بالك ان الغرب عاوز يفرد عقوباتها على روسيا بس انا هشرح لك الحتة دي لان انا كنت قررتها اكتر من مرة ان القرار السعودية ده جيه في مقتل بالنسبة للغرب بس انا هشرح لك ليه النهار الغرب عاوز قبل 5 ديسمبر ان هو يفرد عقوبات او سقف الاسعار النفط الروسي فكروا في الموضوع ده ازاي وده اللي كشفيته فكروا في الموضوع ده باكتر من طريقة قال لك والله في الاول ده تفكيرهم ان احنا نفرد عقوبات على اي دولة اللي بتستورد النفط الروسي ده في بداية الحرب خالص حقيقة اصطدم ان اللي بيستورد النفط وبيكرروا هما الهند والصين وصعب جدا تفرد عقوبات على الهند والصين ففكروا فكرة تانية قال لك خلاص احنا نمنع المراكب الاوروبية اللي بتشارك في نقل البترول الروسي للهند والصين او لأي حتة في العالم اصطدموا ان هما لو منعوا مراكب الاوروبية او سفن الشحن الاوروبية من المشاركة في نقل البترول الروسي انت كده بتسحب البترول الروسي من الاسواق ده اولا فبتقدي لزيادة الطلب لان النفط حيتأخر ايا كان هو جانين لان خلي بالك انا دلوقتي مش لقي النفط الروسي فالطلب حيزيد اكتر عن النفط فقال لك لا فكرة ما تنفعش الامريكان اقترحوا فكرة حلوة قال لك برايس كابس او سقف عسعار سقف عسعار ده يجي منين بقى باشا قال لك بص احنا نشوف الروس كانوا بيبيع النفط قبل الحرب بكام قال لك 65 دولار قال لك حلوة احنا ندي سقف عسعار ده هو 65 دولار اي دولة وده الجديد بقى اي دولة تشتري النفط ب 65 دولار الشركات الاوروبية تساعد في نقل البترول الروسي ديها واخد بالك الفكرة الشيطانية اللي يطلع عن الامريكان فكده يبقى وازنة من القرارات السابقة اللي كان بيفكر فيها لتحادل اوروبي والقرارات الحالية اللي بتفكر فيها وزارة الخزانة الامريكية وكده يبقى ما قدناش ان فيه كله في المعروض الروسي ولا اي حاجة واخد بالك ان روسيا اصلا كان بيبيع النفط 65 دولار فلسه فيه هامش ربن فالروس مش هيقفوا عن الانتاج البترول خالص وشايف فكرة جهنمية جاتت ازاي هو تطابق كل الافكار هما فقط عاوزين يقز روسيا او يقللوا ارباح باي شك فدي الفكرة الشيطانية حاليا فانت لما جات اوبيل بلس قللت الانتاج والسعر حيزيد فوق الميت دولار مين بقى اللي حيستمع للعقوبات الامريكية ولا حد ولا حد ضربة للغرب ضربة الادارة الامريكية لان خدلي بالك ادارة الامريكية بتستنزف اوروبا والاضارة الامريكية شايفة ان اوروبا دي يعني زبور بس فطول ما هي عارفة تعاقب روسيا طول ما الحرب حطتوها فما الجيش بقى السعودية تنزل لنا قرار دلوقتي من اوبيك بلس وتخفض الانتاج وتزود اسعار النفط لان رأسعار النفط هبتقي تطلع فالموضوع صعب بالنسبة لهم جدا ده تاني حاجة لازم تفهم وانا جيت قلت لحضرتك طول ما اسعار النفط منخفضة الاضارة الامريكية هتبقى مش بتحرك بس خلي بالك ان لما اسعار النفط دلوقتي هترتفع الاضارة الامريكية هتزداد غضبا غضبا ان انت في الاسواق بتشوف كل حاجة بعين في حاجتين مهمين جدا قبل ما اجاوبك عالسؤال المهم ايه اللي قاله جاك سوليفن امبارح الحقيقة جاك سوليفن امبارح قال في نقطة قد توقف عندها جامد جدا قالك ان جو بايدن او الاضارة الامريكية هتستشير الحزب الديموقراطي والحزب الجمهور قبل ما تتحرك ضد السعودية يعني مش عاوزين القرار يطلع ان هو ديموقراطي صرف ليه؟ لان الجمهورين هيخش ويسيطروا على اغلبية مجلس النواة فمش عاوزين اي قرار يطلع حتى لو مستقبلي الكونجرس يوقفوا باي شكل بالعكس يبقى مؤيد ده حاجة تانية حاجة والنقطة التانية ان انت مبارح لقيت كل اعضاء اوبيك تقريبا العرب طلعوا يدفعوا عن السعودية بشكل جير طبيعي ليه؟ انا كنت جبت لحضرتك مقالة في وول سريت جونير بتقولك على فكرة الامريكان على اخرهم من السعودية لان هم عارفوا ان الامارات مكادش موافقة على تقليل انتاج 2 مليون برميل يوميا هم عارفوا ان العراق كانت معترضة البحرين كانت معترضة واللي اقناعهم بالسعودية وفي الاخر هم رأوا ان الاخوة اكتر من امريكا واختاروا امريكا وانا كنت جبت لحضرتك تجريدة هنا من ضحي خلفان قالك لو اخترنا بين امريكا والسعودية كده هنختار السعودية مش كده؟ فالامريكان على اخيرهم نتيجة معلومات دي يعني السعودية هي اكتر دولة تحركت ضدنا صح؟ طيب انبارك طلعت الجزائر واخد بالك الحيط اي الجزائر اول دولة تطلع وتقولك القرار ده تاريخي واحنا بنقيده بشد معنا كده ايه؟ ان بحاجة تضغط على الجزائر الجزائر هي اللي واخدت القرار بنفسها تحدثنا على السوق العالمي والقرار الاخير اللي اتأخذته لأوبك بلاس القرار التاريخي والممتاز اللي دائما يصب في اطار توازن السوق وبحث عن استقرار السوق النفط لمجابهة كل تحديات المستقبلية طلعت عمان اشدت بالقرار العراء طلعت اشدت بالقرار وزير النفط العرائي طلع اشدت قالك ده قرار هاي وزير النفط الاماراتي طلع يقولك على فكرة القرار ده مدروس وقرار استراتيجي وكويس جدا كل دول بيدفعوا عن السعودية ضد الرواية الامريكية او ضد اعتقادات الادارة الامريكية مش بس كده السعودية طلعت قالت يا جماعة شاورولنا مين اللي اعترض على القرار ده شوف اديه الثقة قالك شاورولنا بس قولنا بس مين اللي معترض واحنا معانا كلام خطير جدا ييجي بقى اهم سؤال ليه امريكا ما تحركتش لحد دلوقتي ضد السعودية الحياء القرار ده مهم جدا لكذا سبب اولا ان على حسب فينانشل تايمز اللي لسه بنزله مقالة قوية جدا تقولك على فكرة خيارات جو بايدن مش كتيرة للتعامل مع السعودية فالراجل عمال يحاول يلاقي مخرج والقدارة عمالة تتفكر في رد فعلي يكون قوي وما يزيش مصالح ليه في نقطة هنا مهمة جدا ان السعودية لعب مهم جدا في الشرق الأوسط سوى بقى اقتصاديا عسكريا سياسيا يعني لو جيت تقيمه اقتصاديا هتلاقي لحد دلوقتي رجال اعمال امريكان رايحين مؤتمر في السعودية اسمه ديفز of the desert او ده اللي بيطلق عليه الامريكان كده هو مؤتمر اقتصادي مهم جدا السعودية منظمه هيحضر فيه ممثل بوينج هيحضر فيه ممثل لوكت مارتن هيحضر فيه ممثل بلاك ستون كبرى الشركات الامريكية ممثلين بتاعهم رايحين السعودية يحضرهم مؤتمر ده الادارة الامريكية ما تدخلتش منعوه ما يدل ان السعودية لعب اقتصادي مهم جدا الاتصادي الامريكي حاليا اللي بيعاني واللي طوقات طلع فيه ان هو حيفكت كثير من الوظائق في الايام القادمة او في الشهور القادمة فاكيد اكيد مش ده الوقت اللي اتعاقل فيه السعودية اقتصادية ثاني حاجة خد بالك التعامل مع ايران مش فقط خليج التعامل مع ايران اصبح مختلف بعد التهديدات الايرانية اصبحت لاسرائيل فانت بتعملش مع ايران ان انت توقف التهديدات الايرانية دي عشان من خطر الخليج فقط لا انت اصبح رؤية ايران او ملف الايراني اصبح مختلف عشان انت بتدافع عن ابنك الصغير اللي اسم اسرائي مش خطر الخليج خالص تاني حاجة ما بعت السلاح يا جماعة ما باعت السلاح دي حاجة قوية جدا بالنسبة لأمريكاية ده وليه العهد السعودي ده عقد صفقة ب450 مليار دولار في 2017 مع الجانب الأمريكا هتفقد السعودية فق القدارة الأمريكية في موقف صعب أو مناوراتها مش كتير وحلولها القوية ضد السعودية مش كتير برضه خاصة أن انت عندك اتنين لعيبة روسيا والصين وانت بتتكلم من السعودية عاستخش بريكس مش حينفع الأخطر حلفائك إزاي بقى؟ ودي بقى النقطة اللي كشفتها الجوردين ولازم توقف عندها بتقول لك بريطانيا عما تضرب كف على كف من اللي بتشوفه بين السعودية وأمريكا ليه؟ لأن حضرتك الاقتصاد البريطاني راح في داه ومن كبرى دول اللي بتستسمت في بريطانيا حاليا السعودية إيه حي السعودية اشترت أسهم في أستن مارتن اللي هي العربية الفارهة اللاكشري زياني بيقولوا عليها مش بس كده السعودية اشترت أسهم في نيو كاسل او نادي نيو كاسل ايه يا جماعة عاوز تطلع سعودية اللعتي؟ بلاش شركة بي اي اي بي اي اي دي شركة عسكرية بريطانية كبيرة جدا فيها عشر تلاف واحد بريطاني بيشتدروا الشركة دي رسم على توريد صفقة سلاح من مقاتلات تايفون للسعودية برقم كيالي او رقم كبير جدا فقرار أمريكا بمعطبة سعودية ممكن ان هو يعمل شرخ بين حلفاء أمريكا خد بقى لك بقى من الحتة دي ممكن يقصر على الأمريكان في الباب الخلفي زي ما بيقوله او في الفناء الخلفي زي ما بيقوله اللي هو حلفاء أمريكا يعترضوا حاجة زي كده انت هتحرك ازاي من الصعودية دلوقتي دا احنا نتصدنا رايح في دايا نصر تالت حاجة اقول حاجة المهمة جدا ان تتكلم ان بعد قرار أبيك الصعودية عملت حركة سياسية من المقام الربيع عملت ايه؟ اتبرعت لأوكرانيا بربعمائة مليون دولار فعز ان انا جبتل حضرتك مبارح مقالة نازلة فواشنطن بوست ان الامريكان بيتخلقوا مع الغرب انتو مش عارفين تلتزموا بمساعداتكو تجاهها أوكرانيا السعودية قامت موادية ربعمائة مليون دولار زيلنسكي نفسه طلع شقل السعودية قالك دي العلاقات السعودية الأوكرانية فأزهح حالتها ما حصلتش كده من تلاتين سنة ماشي؟ فأزهح حالتها واللي علق على الكلام ده وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان خالد بن سلمان تلع قالك انا مش شايف ان اللي بينتقد اجراءات السعودية أو وابك بلس هي اوكرانيا ما معناه انتو يا امريكان انتو عامين تتكلموا علينا وقالك انا مندهش استانشت يعني وهو على فكرة خالد بن سلمان او الامير خالد بن سلمان جاء تغريدة فلودي ميرزيلنسكي وعلق عليها عشان بس يزبط كلامه عامل ازاي اللي انا عزاقوله امريكا وده اللي حفضل اقرره او حفضل اقولك عليه كل شوية امريكا صعب جدا التحرك ضد السعودية حاليا على الوجه او بشكل علني بس ممكن بانتقامات داخلية انك لو باد بقى يلعب لك في دماغ الناس بصوا السعودية وحشة ازاي بصوا وليل عدد ماشي ازاي لان امريكا حاليا بصة ان عدوها الاول مش السعودية هو ولي العهد السعود شوف الدنيا تبشي ازاي يا رب اكون شراحة الحدول لك الموضوع بشكل مبسط خد لك من بلدك يا رب انصر مصر ورب انصر السعودية ورب انصر الامراد ورب انصر العربي رب تحي مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة